برمضان إذن الأجواء بالتأكيد حزينة الحزن يخيم على أنصار بل كل مدينة البيض بعد هذا الحادث الأليم تفضل صباح الخير زميلي حسام صباح الخير لكل مشاهدنا الكرام إذن كما تشاهد نحن على المباشر من المقهى المولودية المتواجد وسط مدينة البيض هذا المقهى الذي اعتاد أن يضم نقطة تلاقي للجمهور الرياضي ومناصر مولودية البيض طبعا نؤذي أنفسنا ونؤذي الأسرة الرياضية بولاية البيض نؤذي أيضا أسرة مولودية البيض نؤذي أهالي الضحايا نعم إذن كما قلت نحن متواجدون على المباشر في مقهى مولودية البيض يتواجد إلى جانب مجموعة من المواطنين مجموعة من الأنصار والجمهور ليلة سوداء يعني عاشتها ليلة البيض ليلة البارحة ملئة بأهل الحزن والألم والأسى معي بعض أحد الجماهير ربما كيف استقبلتم خبر هذا الحادث الآليم الذي تعرضت له حافلة نادي مولودية البيض ليلة البارحة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رشاة المنصارين هو تلقينا واحد صدمة يعني صدمة كبيرة أهل البيض برح ما أنا موش أنا موش والمولودية في الحقيقة نحن المناصرين المناصرين الأقوية وقدر وقدر هذا شيء كاتبوا لنا ونعزي أنفسنا ونعزي المولودية ونعزي أهل المشرية وأهل البشار وهذا أبنائنا وأبناءنا وأبناء البشار والمشرية ولهذا نعزي المناصرين والسلام عليكم شكرا بارك الله فيك معي أيضا يعني كيف هي الأجوار والمشاعر التي عشتموها هذا الخبر الآليم هذا الخبر الآليم البارح مع التسعة ولا سمعنا هذه الكارثة هذه بيتين ليلة الله محمد رسول الله الموتى إن شاء الله الله يرحمهم والبقياء المجارح إن شاء الله رب يشاه فيهم والنين الله والنين اللي هراجعون هذا قدر الله ما يشاهد الله يرحمهم إن شاء الله الموتى أمين يا رب العالمين معي أيضا يعني أجواء حزينة وأليم عاشتها ولاية البيض والأجواء البارح والله أجواء حزينة إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن وإن لفراقهم لمحزنون حقا مصاب جلل أصاب البارح ولاية البيض قاطبة بكل دوائرها حتى باقي الوطن تضامن معنا رئيس الجمهورية كما شاهدتم أرسل أيضا رسالة تعزية والله لا مصاب جلل ليلة عصيبة ما نمناش والله ما رقدنا يعني إن شاء الله نطلب لهم الأرواح تحتهم الرحمة الجرح نطلب لهم الشفاء وشكر جزيل للسلطات المحلية بولاية تيارة العرأسي السيد بوكر على الوقوف معهم أيضا شكر جزيل شكر جزيلا للشعب التياري خاصة بمنطقة السقر على الوقوف معهم إن شاء الله تمنيتنا بالشفاء العاجل للمصابين والرحمة للموتهم شكرا طبعا حزن كبير وألم كبير عاشه سكون مدينة البيض ليلة البارحة خاصة أن هذا الفريق صنع الكثير من أفراح مدينة البيض خاصة خلال السنوات الأخيرة بسم الله والسلام على رسول الله أولا قد متعازين الأهلين في وليت بشار ووليت نعام دائرة المشرية بفقدان لاعبين كانوا هنا أبناء من أبناء مدينة البيض ساهموا سنوات الماضية في سعود وإدخال الفرحة هنا على سكون مدينة البيض ما أسلنا أن نقول إن لله وإننا لرجعون تعازين القلب خالصا لأهلنا في وليت البيض وكيف تنصر مدينة البيض إن لله وإننا لرجعون شكرا تفضل معنا كذلك يعني كيف هي الأجواء كيف تصف ربما هذا الشعور الشعور خاصة أنه الحادث أليم وفجع كبير بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد والله لا فاجعة كبرى ولكن قدر الله مش أفعل قدر الله مش أفعل قدر الله مش أفعل ويقول لك ربا ضارة النفعة ربا ضارة النفعة نقدم تعازية لهذه الأموات تعبشار وانتع مصرية الله وليهم بالرحمة الله ينزل عليهم الرحمة على أهلهم وعندما نوزه نداء للجمهور لنوزه الشباب نحن كنا مناثرين وقدامه كلش نوزه نداء للشباب والأغفاق والإجان التي تستمتلك هذه المولودية يريضي أن يكونوا رياضيين نتقبلوا النتيجة ربحنا يا الخير اخسرنا يا الخير درنا تعدل يا الخير فإن يرى حيث ها هم هنا وخالق ونوزه نداء للسلطات قاعدة العليا بش يشوف شمبيون ولا يجب أن يكون في الكار لا يجب أن يتحصل على طيارات ويطالع المطار يتفاهمون حتى المطار يتفاهمون وقائم على الشركة الطيران وخفضوا لهم الأشواء ونقلعوا أليس وإلى رب العلي يتحاد العاصمة الله يعاونهم والله يكملهم بالخير ويطالعهم على موضوع العاصمة ونحن نذهب على روت المهم اللي يجب الخير ونقدم تعازية وتحية المولودية شكرا بارك الله فيك طبعا الجمهور الرياضي هكذا اعتدى دائما واقف مساند لنادي مولودية البيض تعازين للعائلة هذه الله يرحمهم وسع لهم تحية المولودية شكرا شكرا كما شاهدت زميلي حسام حزن كبير وألم كبير وسط مواطن ومدينة البيض والجمهور الرياضي خاصة فنجد تعازين للأسرة نادي مولودية البيض لأسر ضحايا الحادث المولودية طيب هل من معلومات حول موعد نقل الضحيتين من المستشفى إلى مقر سكنهما يعني فيه هناك معلومات لكن ليست بعد رسمية من المرتقب أن يتم ناقل جثمان الضحايا اليوم بعد أن تتم كل الإجراءات هناك بمدينة السوقر واضح شكرا جزيلا لك العرج بالرمضان مرسلنا من مدينة البيض شكرا بالرمضان مرسلنا من مدينة البيض